أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التوقيع مع إحدى الشركات على اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء داخل المنطقة بنظام المطور الصناعي وذلك على هامش قمة المناخ كوب 28 بدبي ومن جانب آخر تم توقيع على عدة اتفاقات استثمارية أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية بقدرة 7 ميجاوات وذلك لصالح شركة جوشي